لم تحدد بعد وإلى أن تحدد هيئة الرئاسة موعدا لاستئناف الجلسات فالسباة مستمر لمجلس النوابي في العراق فبعد قرابة الشهر على آخر جلسة البرلمان بلا موعد لعودة نشاطه الذي تنتظره حزمة من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها تقاعص أثار سيلا من الانتقادات هذا الأمر أدى إلى تعطيل الدولة التشريعي والرقابة للبرلمان مما أدى إلى عملية توقف شبه تام أو شلل تام في عمل مجلس النواب وهذه صفة الحقيقة تحسب ضد مجلس النواب وضد السلطة التشريعية التي تعتبر أعلى سلطة تشريعية بالبلد ومع اقتراب موعد الانتخابات ودخول الأحزاب والتحالفات معتركة التنافس الانتخابي تستبعد القراءات التعويل على دور حاسم للبرلمان لسيما تجاه انتهاكات النظام التركي فالكسل في الأداء والعجز عن الإنجاز عنوان لم ينفك عن الدورة النيابية الحالية بحسب مراقبين والتي لطالما وصفت بالعرجة لا اعتقد ان هناك ستكون قرارات حاسمة للمصطح العام باعتقاد الموسم الانتخابي بدأ على شده وهناك اجتماعات من اجل التوافقات السياسية وتحالفات السياسية وليس لعجل وضع قوانين وانظمة تنظم الحياة في البلد ولم يستطع البرلمان التصويت الا على واحد وثلاثين قانونا خلال العام السابق اغلب القوانين تقتصر على معاهدات دولية واستمرار تعطيل البرلمان سيؤدي الى تراكم القوانين المهمة والمعطلة من دون اقرار كما جرت العادة في الدورات السابقة من العاصمة العراقية بغداد بدر الركاب اليوم